السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير اليوم أتكلم عن كنوس قطر محلهم الرئيسي موجود في قطر مول شفتوني رحت كذا مرة هناك ودائما كنت أخذ من عندهم الاتراد كنت أحب الاتراد الغطاس فكن دائما أروح أخذه من عندهم طبعا عندهم أعواد مختلفة بجودات مختلفة عندهم كذلك الزعفران كنت أحب أن أروح وأخذ منه ولحن عندي صراحة منها عندي أمن زمان وكذلك عندهم يعني شغلات ثانية مرشات أدهان زيوت عطرية ولكن اشتغلوا في الفترة هذه مع شركة عالمية ومع عطار عالمي أنا قابلت العطار هنا قبل فترة صراحة من زمان اللي هو أورتورينو لاندي العطور سواها في إيطاليا كذلك يوم جنت بطلون البوكسات تحصلون أردي كل المعلومات اللي يتبونها وجهة الصنع تكون مكتوبة على البوكسات فأشكر كنوز على الجودة اللي متبعينها في صناعة عطورهم ولو أنه أول مرة ينتجون العطور وكذلك طرحينها بأسعار في المتناول رح يكونوا إن شاء الله موجودين في معرض ويست ووك لكن اليوم أنا رح تكلم عن خمس عطور عندهم أفضل ثلاث عطور بتطرق لها في البداية بسرعة وبذكر لكم العطرين البقين لكن كل واحد وذوقه طيب فخلونا ندخل في العطور أول عطر هو الله يسلمكم بلاك بيرل بلاك بيرل أشوفه عطر شتوي أكثر ولكن تقدرون تستخدمونا في الأماكن المسكرة حق المناسبات عطر يفتتح بريحة زعفرانية واضحة مع دخول خشبي مع دخول تابلي شوي مع قلب زهري مع قاعدة من العود والفتذر مع لمسة دخانية اللمسة الدخانية تحسونها على آخر مراحل العطر وتكون واضحة بطابع جميل صراحة مع دخولها مع العود وطابع الخشبي محافظ على ريحتها في العطر فمزيد جميل رسمي واضح وفواح حق الناس اللي يحبون العطور اللي تكون جميلة في المناسبات وتعطي حضور اللي هو عطر بلاك بيرل العطر اللي بعده هو سويت نايت سويت نايت لا غيركم اسمه سويت نايت أنا أشوف أنه عطر يومي صراحة تقدر تستخدمه أي وقت عطر مزج ما بين ريحة الراسباري اللي هو توت العليق مع المنقة مع قلب زهري وقاعدة أجي بلمسة خشبية مع دخول لباني العطر شوية يذكرني بعطر مر عليه من زمان من الشركة الألمانية رقم ستة أو نمبر سيكس من لنج لنج وبصراحة عطر جميل جدا ممتأ أحب أحطه طول الوقت عادي هالريحة بصراحة تقدر تكون حتى أنك تستخدمها كتوقيع شخصي في طول الوقت حتى في المناسبات تقدرون تستخدمونها سويت نايت من العطور اللي أجبتني وايت العطر اللي بعده هو سيكرت روم سيكرت روم حق الناس اللي يحبون ريحة الفق ريحة التين في العطور ولكن بدخول مسكي نحافظ العطر الله يسلمكم على ريحة الفق اللي هو ريحة التين ولكن ندخل معها ريحة التفاح مع ريحة اللابندر في القلب مع ريحة زهرية وقاعدة تدعم ريحة العطر من العنبر والمسك ولكن بشكل عام العطر جميل صيفي على قولة بعض الناس فرايحي يعني تحس بانتعاش وشعور صيفي جميل يوم تحط العطر صراحة وتتعطر منه وما يضايق الناس اللي حولك وجميل عادي تستخدمه في الدوام في أي مكان بصراحة عطر منعش وجميل هو عطر سيكرت روم دزيرت روزز دزيرت روزز الله يسلمكم أول ما شميت حسيت أنه فيه ريحة الباشن فروت واضح ولكن الباشن فروت أصلاً ما هو من المكونات المذكورة فيه الليتشي فيه الجريب فروت الجريب فروت طبعاً واضح في ريحة العطر يترك أثر في المكان فالناس اللي يحبون هاي النوع من الروايح راح تعجبهم ريحة دزيرت روزز أخيراً وليس آخراً حق الناس اللي يحبون ريحة الجلد ولكن يبونها بطابع سويت على قولتهم فالعطر هني اللي هو صحارة لذر يعتمد على ريحة الجلد ولكن ضيف لها الفتاحية بلمسة خضرة مع الزنجبيل والهيل فمزيد جميل بين المكونات مع الطابع الجلد اللي موجود في العطر وكذلك المستخدمين فيه اللي هو جذور السوسن فيعتمد العطر على الريحة الجلدية مش بشكل واضح جداً وصارخ مغلف بريحة سويتية يعطي طابع جميل للعطر حق الناس اللي يحبون هذي النوع من روايح ريحة الجلدية بطابع سويت مع صحارة لذر آسف جداً على اللي طالة أتمنى أنكم استمتعتوا معاي بالرحلة الأطرية هذه إذا عندكم أي استبسارات أنا حاضر وكل المعلومات إن شاء الله راح اكتبها لكم تحت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته